برضو هو رايح وقايل أنا مش وقايل ليه وقايل ليه أنا بس بعد وبشوف لعيبة يبقى ما كانش راح يبقى كان ودك كابتن شوء غريب يبقى كان ودك كابتن ضيا أعقول لك على حاجة وربنا كابتن ضيا كاتشين عنه وربنا ويحط التشكيل أحسن منه ممكن أسألك سؤالة كابتن لو أنت مضيت كده مع التحد الكرة وقولك عايزينك تساعدنا كاس عالم فقط مين اللي قال الكلام ده أنا بسألك لا 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 ما فيش الكلام ده لا ما فيش الكلام ده ده هم اللي بيقولوا الكلام ده كاس عالم ايه ده لا هيوديك حتى كاس أبراجب يعني كاس دورة أبراجب مش هتروحه بالشكل ده ده النهاردة طالع بيضحك علينا بقولك احنا أحرجنا قطر الله هو أكبر الله هو أكبر قطر وربنا ودي دجلة تنسابها 3-4 كل احترام للمنتخب القطر طبعا بس أنا بكلمك على أمكانات العبتنا وبيشارك في أكوبا أمريكا يا حبيبي ماشي دول فبتولة ملناش دعو بيهم انا بكلمك ان انت كمنتخب مصر اي فرقة لعبة سواء أوروبي أفريقي أسياوي انت اللي الله يرحم ايامي كابتن حسن بقى الله ده انت قاعد في مطشو برازيل حاطت رجلي على رجلي قاعد في مطشو إطارية حاطت رجلي على رجلي معاجي مش دولة أجد انت اللي ساعدة وحدة كاس العالم طب انت بتقول لي معك الجواهر هل الجواهر دي كانت موجودة مع كابتن حسن ومش موجودة دلوقتي مثلا شو ما هم برضو نبي وجهت نظرك بس ولا في تقييم مختلف بالنسبة للعابين بني كل وقت له دا انت اللعبة اللي موجودة دلوقتي أحسن لعيبة دلوقتي ما لك ش دعوة منتوه اياام من كابتن حسن دول احسن لعبها موجودة اياام من كابتن غوري قجر انه دولت احسن لعبها موجودة انت وقت بالنك انما المشكلة كلها دلوقتي إنه هو قوله هو بيلعب بطريق إيه معنا لسه قد تعالي سألك أربعة تلاتة تلاتة دي ليه بيلعب من وجهة نظر كافتر ديني كده خشيلي جوه مخه ليه؟ ليه بيلعب هو عشان ما يخشش في جوان فبيلعب بتلاتة فندرات نفس موسومني يعني نفس الفكرة بس موسومني بيهاجم بمنطل قوة كافتر عشان عنده لعيبة أصلا بتصنع الفارق عنده يعني شريف وعافشة هو يعني ميد لهم الحلول عشان كده لما يدافع مثلا بتلاتة وراء ففيه عنده لعيبة تانية واخدى الثقة زي شريف وزي أكثر وزي بيرس تاو دلوقتي وزي ما عرفش مكسوني يعني بقى عنده لعيبة ففيه لعيبة تدافع وفيه لعيبة تهاجم طب انت دلوقتي اللعيبة اللي بتهاجم معاك مروان حمدي ده يجيب لك بقى ده الجني اللي جابه بالصدفة فاروق ايا كان كابتا يعني انا برضو مش عايزة أخش في مروان حمدي تاني لكن هي النقطة ما أفشا وشريف هم اللي موجودين في الآية وهم اللي موجودين في المنتخب لا بس هنا وبالعكس ده المنتخب بيبقى فيه زيادة أكتر في عدد اللعبين الأكفاء ما اناك سعلان ليه يا كابتن والله انا مش بدفع على حد بس انا بكلمك بمنطق ان انت راجل بيختار هم وهم اللعيبة اللي في الدور المصري اللي متقلقين وبيجوا معا في المنتخب بس بحطهم في أماكن مختلفة ما يخلهمش يبديعوا ما يخلهمش يبقى هو شريف هو أفشا هو مصطفى فتحي هو أحمد رفعت طب برضو قولي 4-3-3 ليه يا كابتن عشان انه هو ما يخسرش بس بس مش عشان فيه إمكانات لعيبة معينة عايز يستفد بيها فين بقى اللعيبة زي صلاح مثلا ودي أقرب طريقة لا سيبك من صراح انا نتكلم دلوقتي على الوقت الحالي حتى برضو انا بقى مرة هو انا هقولها يا كابتن أكثر الخطوط اللي متواجدة في الوقت الحالي ده وإحنا بنتكلم من اللعيبة دي الدور المحل المتواجدين اللي هيستفاد منهم بعد كده اللي هما إيه نص ملعب وتقريباً خط الدفاع انت بتغير بس فقط في قدام صلاح صف محمد لو هتلعبه ومرموش أو ترزيجيه أو رمضان صبحي لو انت هتدخل مين هيلعب الناس دي كلها انت شفت فرقة الجزائر شفت بالإبراهيمي ياسين الإبراهيمي شفت بيعمل إيه في الكرة موصل النهاردة حانا بعلن نهاردة برضه مع تونس لا أنا بكلمت على دايماً اللي صانع العاب يعني بعلن ده لعيب كمالة عدد زي يعني لو بيدغط يعني مش فنياته ما عندوش حلول كتير قوي زي مثلا هيسين الإبراهيمي النهاردة كان برقص نفسه فانت لو عندك واحد زي ده معه أفشى لو انت الدوت الصقة هيلعب لك الناس دي دايماً هيخليك مستحوز ودايماً هيخليك بتهاجب ودايماً هو اللي هيوصل صلاح أو مرموش أو مصطفى محمد أو محمد شريف انت حطيتلي أفشى النحيا دي طب نص الملعب السلية هيقوم بدور سنائل العاب حمد فاتح هيقوم بدور سنائل العاب مهند لشين هيقوم بدور سنائل العاب أكرم حتى لو لعفها يقوم بدور سنائل العاب ده دولة لهم دور معين ان انت اتنين يلعبوا عشان يقطعوا واحد يسلم واحد يستلم واحد يقطع واحد يرائب مثلاً أحسن لعب في الفرقة التانية وتدي المساحة للاتنين بكات رايت والباكليفت ومعهم مثلاً واحد زي أفشى والاتنين اللي هم على الإطراف صراح مثلاً مرموش أو رمضان صباح عشان يعمل لك حلول عندما انت بتحط التلاتة زي بعض انت ماتش تونس ماتش الجزائر شفت حلوة أداء شفت خطورة أو إيجابية على المرمى النهاردة؟ النهاردة هو مختار صح هتاب في نص الملعب؟ لا أتبقى بقولك بلعب بتلاتة ايه كان ما انت بت انت لو هتلعب بتلاتة يبقى فيه ناس متنوعة؟ مفيش متنوعة ما كلهم شكل بعض حمدي فاتحي والسولية ومهنة لاشيل الوحيد ان هو إلى حد ما كان عنده الناس على الجمية هو حمدي فاتح اه حمدي؟ انا عايز اللي لعبة كورة زي ياسين إبراهيم كده زي قفشة يعني